أهلا بكم أصدر حضرة صاحب الجلال سلطان قابوس من سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ثلاثة مراسيم سلطانية فيما يلي نصوصها مرسوم سلطاني رقم 66 على 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 على 2002 وبعد العرض على مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المدة الأولى يعمل بأحكام قانون حماية المستهلك المرفقة المدة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية صدر في السابع من صفر سنة 1436 هجرية الموافق الثلاثين من نوفمبر سنة 2014 ميلادية قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 76 على 2014 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على نظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 على 2011 وبعد العرض على مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يعمل بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المرفق المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية صدر في السابع من صفر سنة 1436 هجرية الموافق الثلاثين من نوفمبر سنة 2014 ميلادية قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 68 على 2014 بإصدار نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 على 90 وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76 على 91 وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 على 91 وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة المنتسبة شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد الشرطة الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 2 على 2000 وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 110 على 2011 وعلى المرسوم السلطاني رقم 3 على 2013 بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يعمل في شأن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بالنظام المرفق المادة الثانية يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على شرطة عمان السلطانية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامه المادة الثالثة يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما المادة الرابعة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في السابع من صفر سنة 1436 هجرية الموافق 30 من نوفمبر سنة 2014 ميلادية قابوس من سعيد سلطان عمان